نهاردة في سؤال محيرني عندنا سؤال هنتكلم في أشعية 14 وأشعية 14 من الإصحاط القوية قوي في الكتاب المقدس عنوانها كده هجاء على ملك بابل عايز بس قبل ما أتكلم في الآيتين اللي هنتكلم فيهم عايز أعرف يعني إيه كلمة هجاء على ملك بابل الإصحاح ده من الإصحاط القوية جداً اللي ربنا بيدينا فيها نصرة على إبليس وبداية الإصحاح كان بيقول كده أنه يكون في يوم يريحك الرب من تعبك وإنزعاجك والعبودية القاسية التي استعبدت بها أنك تنطق بهذا الهجو يعني إيه كلمة هجو؟ يعني بالبلد كده بتقول لإبليس أنت وصلت لإيه وبقيت إيه بعد ما كنت رئيس ملايكة ففي آية فيه أشعية 14 آية عدد 12 بتقول كده كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم يعني كأننا بنقول لإبليس أنت وصلت إزاي للمكانة اللي أنت بقيت فيها بعد ما كنت قدام ربنا اسمها كده كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح طيب السؤال النهاردة الآية دي فيها كلمة زهرة بنت الصبح يعني معناها كوكب الصبح وموجود برضو في سفر الرؤية صحاها 22 وعدد 16 أنا يسوع أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس أنا أصل وزرية تاود داود كوكب الصبح المنير يعني يسوع بيقول أنا كوكب الصبح المنير وكمان كتاب المقدس بيقول على إبليس أنه كان كوكب الصبح طب إيه الفرق؟ الفرق في العربي اللي اتنين شايفينهم واحد لكن في العبري واليوناني الاتنين مختلفين تماما إبليس في الأشعية 14 الأصل العبري بتاعها مش كوكب الصبح أصلها أنه حامل للنور يعني يقصد إيه كلمة ربنا بالكلمة دي أن الشيطان كان قدام ربنا كان بعاكس لنور الله اللي هو واقف قدامه لكن في العهد الجديد لما يسوع بيقول أنا يسوع كوكب الصبح المنير الأصل اليوناني بتاعها أنه هو مصدر النور فأشعية 14 هو حامل للنور لكن رؤية 22 هو يسوع هو مصدر النور اللي هو فيه لما حد بيقف قدامه بيعكس النور بتاعه أمين